اشتركوا في القناة يعبد فيه الله ويرفع فيه اسمه كل الحوادث السابقة الخاصة بالدعس او الدهس هتلاقيها ان للأسف الشديد للأسف الشديد على الاقل في عام 2017 وعام 2016 هذه الحوادث للأسف ابطالها مسلمين وبعدين انت بتقعد ترجع تفكر في انه هم بيكرهون ليه بيكرهون ليه او لو مكرهوناش يبقى فيه عندهم حاجة عقلية ناس طول الوقت قاعدة بترفع السلاح طول الوقت قاعدة بتتبح الناس طول الوقت بتسلخ الناس طول الوقت بتحرق الناس طول الوقت بتدهس الناس طول الوقت عملة تحط في عبوات ناسفة وهتفخخ سيارات الى اخره وعايزهم يحبوك ليه قول لي ايه اللي قدموا المسلمين للعالم في القرن العشرين بالكامل بالكامل ملاش قول لي ايه اللي قدموا المسلمين الاتراك فيما اطلق عليه الدولة العثمانية للغرب دبح مذابح خزوقة اذا صح التعبير وبالتعبير الاستخدام الحرفي خزواء الاوروبيين على اسنة الرماح ده حقيقي ده اللي جرى ده اللي عملوه الاتراك في اوروبا في قرن الستاشر وقرن السبعتاشر ده اللي عملوه عملوا ايه المسلمين الاتراك تجاه جيرانهم في المنطقة العربية اللي غالبيتها مسلمين بشكل او باخر استعبدوهم ونكلوا بيهم ووضعوا عليهم الضرائب المبالغ فيها وحطوا يعني عرفوهم في عشتهم طيب المسلمين في القرن العشرين قدموا ايه للغرب غير نظريات او تسعتاشر وعشرين غير نظريات ابو الاعلى المودودي وسيد اطبا ابو بكر ناجي وقسامة بن لادن ايه اللي قدموه المسلمين للغرب قول لي كده ايه اللي قدموه ديش تقول لي قدموا ادب نجيب محفوظ وقدموا احمد علم احمد زويل هؤلاء الناس ما بيحسبوش في هذه الحلقة لان هما مسلمين ولا حاجة هما بيحسبوا في النهاية خالص قول لي شافوا ايه من المسلمين غير ان هما بيفخخوا مدن وعواصم قول لي شافوا ايه من المسلمين غير ان هما بيدهسوا الناس شافوا ان المسلمين غير بيطلقوا عليهم النيران شافوا ايه من المسلمين غير ان هما بيحرقوهم داخل الاقفاص وبيحرق مسلم زيه برضو يعني ويحتكر الاسلام في شخصه وفي نفسه وبالكتير يحتكروا لجماعته شافوا منهم ايه عشان يحبوهم عشان يستقبلوهم في بلادهم وتقول يا تره ما بيكرهونا ليه وبعدين تبدأ تككر مصطلحك انها المؤامرة الدولية على الاسلام يا راجل المؤامرة الدولية على الاسلام ده معناها ان المسلمين يذبحون في شتى ارجاء الارض في حين ان العكس صحيح كل من هو غير مسلم هو ده اللي بيذبح صح ولا ما غلطان يعني انت هديك تقول لي وهل نظرت الى الاقلية المسلمة في الهند والاقلية المسلمة في مالي الحقيقة انا لقيت ان المسلمين بيقترفوا مدابح ضد الاغلبيات المسيحية او غير المسيحية في شتى ارجاء المعمورة فهتلاقي ان المسلمين طول الوقت يتباكون ويولولون ويلطمون الخدود الحق يا جماعة الغرب بيتأمر علينا ماشي حاضر افترض يا سيد ان الغرب متأمر عليك ومستقصد انه دايما نطلع السورة الوحشة فين السورة كويسة يعني مسلمي الدولة العباسية صدروا صورة جيدة صدروا البحث العلمي عن طريق ما يطلق عليه العلماء المسلمين اللي بالمناسبة اغلبهم ما كانوش من شبه الجزيرة مثلا يعني او قل كلهم ما كانوش من شبه الجزيرة كلهم من الدول او المناطق التي اطلق عليها لقب الامصار يعني شمال افريقيا وما يطلق عليه مؤخراً الجمهوريات الاسلامية التي كانت تابعة لاتحاد السوفيتي مناطق وسط اسيا الدول العربية قدمت ايه للعالم ولا حاجة الدول الاسلامية او مؤتلوا قدمت ايه للعالم ولا حاجة قدمت ايه في البحث العلمي قدمت اتنين تلاتة اربعة عشر علماء في الف ربعمية خمسة وتلاتين سنة يا راجل طب بلاش دي احنا هنطير للربعمية خمسة وتلاتين سنة وخيرينا في الالف سنة في الف سنة قدمت عشر علماء مهمين الاختراع الطيارة جاي منين الساروخ مكونك الفضائي نظريات الطرد المركزي نظريات النسبية مين اهم فلاسفة مين جاي منين مش من عندنا فانت عايزهم يحبونا احنا في الاخر خالص هيبقى دول التي ترعى الارهاب مثل بريطانيا تستحق لا لا تستحق ولا حاجة البني ادم لا يستحق ان يقتل ولا يزبح ولا يدهس